ايام ما كنت في يعني الثنوي اخر الثنوي واول الجامعة كنت ابيع واشتري وكان من ضمن الاشياء اللي نزويها اننا نبيع ادوات مدرسية في الموسم هو ادوات كهربائية وصادق لكن لو ادوات المدرسية كانت موسم كانت 35 يوم تقريبا 35 يوم سبوعين ثلاثة قبل الدراسة وباقيها بعد الدراسة يعني موسم ايه فكان كل موسم نشتغل فيه وكان معي شريك اللي هو ابو ابراهيم عبدالعزيز الشرهان الله يمسيه بالخير واكيد انه يشاهدنا الان هذا الرجل كان معطينا الخيط والمخيط كامل معكم الشركة هو شريك معي وكان يقول ترى ما ناقشك في شيء ولا كلمك في شيء ولا هارجك في شيء ثقة كاملة يا سلام فكان كنت بعد لنفس الثقة ايضا ابو ابراهيم فكانت البركة حالة علينا في بيعنا ومشترعنا حلوين حلوين واستمرين كم سنة على هالشغل نشتغل موسم ندخل لنا بمبلغ طيب ما شاء الله لجوات المدرسية عشان يعني تنجح فيها او الاساس فيها الدفاتر اذا ما عندك دفاتر ترى ما تمشي بضائعك الثانية نعم انت الان كذا مو متشتري لعيالك دفاتر صحيح اساس اساس خير الدخيل او الدخيل في الديرة نعم وكان يعطينا اجزال الله خير اجل حلو اذا انتهينا من هذا مرجع لل فالسنة هذيك نعم تأخرت الدفاتر ما جتنا نعم وجينا وسألناهم ها وشو الوضع على اساس نلحق البضائع عندنا الثانية يعني شايلينها نعم قلام ومقلام برايات الشغل ده كله محياة المور كلها قال لا بس ان في شكالية بيننا وبين المصنع نبي نرجع لها مرة ثانية طيب على اساس ما نتأخر بقى على الموسم اسبوع الروح لهم ها قبل الامان تهت مشكلتنا يوم بقى على الموسم ثلاث ايام تقريبا او يومين ويكلمني قال ترى اختلافنا مع المصنع استمر ولا نستطيع نوفر لكم للدفاتر هذه مشكلة تخيل انت لما يكون لك يعني لما تطلب الف يعني كرتون دفاتر حلو ولا تتوفر لك هذه مشكلة يعني مشكلة الميب سهلة ايه يعني يروح الموسم والبضاعة ما جت يا سلام اذا ما جت دفتر ما تبيع خلاص منها بضاعة تقعد كلها نعم مش حصلت اراد الله سبحانه وتعالى اسمعوها الكلام يا اخوان ترى ترى مهم وخطير مسهلا اراد الله عز وجل الا تأتينا الدفاتر فطمر تنى بين هالمحلات تدور دفاتر دفاتر ما لقيت موسم موسم شالوه كل شالو لكن كان حقيقة عدم وجودة ايضا غريب يعني ما وين دفاتر خبرني يلقاها انا دفاتر ما هي ميب يعني ميب لا الدرجة بدون مبالغة كل اللي حصلت على تنويعها 21 كرتون وانتم العادة تاخذون الف كرتون الف كرتون تأخر 21 كرتون شا تسوي شا تسوي الواجي لابو ابراهيم الله يذكره بخير ابي ابراهيم ما في شي لكن في رجال سبحان الله العظيم يا جماعة الخير فيه جارا لنا كان له محل وقدامه برحة فجأة ملل برحة محلات قام ياخذ محل كذا محل محلين ثلاثة اربعة خمسة وهو ممنوع ممنوع انه يفتح في الساحة تمنع يعني البلدية واستغربنا شون يعني ولا احد قال شي وساء كتير الدعوة وما شي زي الحلاوة بالنسبة له الهوحاطك كله اثرة نسأل الله السلامة معطن المراقب اللي كان موجود مبلغ وساكتن عنه لكن شاللي صار يا جمعة الخير وهنا العجب العجاب اللي صار انه الرصيف اللي كان عن يمين نوه طويل رصيف طويل فتح فيه اثنين واربعين محل تخيلوا اثنين واربعين محل يعني اثنين واربعين زبون قل فيه اثنين يعني اربعة وثمانين زبون راحت عنك فيه لا في ذيك اللحظة الاربع وكلهم اللي خذوا الدفاتر وذي اللي شروه صار هالمحلات هذه فلما سمحوا لما ما منعوا هذا الدنيا كلها افتحت هناك فوش صار له مع ادباع صح هو مع ادباع دفاتره وحنما يا الله خلصنا الواحد وعشرين كرتون يا الله خلصناها بدون مبالغة فاناظر فرصة ايه لا وكان عنده جنتين مليانات دفاتر ناظر مليانة ما قضت فجيت لما ولاه والله ماسك راسي يقول خسرنا يا ابو سعد خسرنا قولنا لي جاء عبد المحسن خسرنا يا ابو سعد خسرنا 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 قلت يا اخي انت اللي خسرتنا انت اللي سويت الفعل اللي خسرتنا فيها الله يصلح قلبك انت سمحت لنفسك بشي ترتب عليه 42 محر رح يدها شوفها مفتوح اناك قال انا بشي سوي انا قلت بقولك انا شلي صار لي اجل انا صار لي كيت 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 كيف قلت والله هذا اللي صار والله ربي سبحانه وتعالى حافظنا هالسنة سبحان الله من خسارة كبيرة اي والله قالتك فابغى اصير شريك معك قلت والله لو ما يبقلنت ما دخلت معا شريك اي لان يعني حديث الحديث القدسي كان في بالي ترى وقتها انا ثالث الشريكين فسبحان الله حمان الله سبحانه وتعالى من خسارة كبيرة بياس العمع بسبب نياتنا الجيدة نسى الله عز وجل يعني 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 يجعلنا من من يحسنون النية الله ففكنا الله من خسارة كبيرة وهو تلقى خسارة ذيك السنة ما توصف بسبب الرشوة للأسف الشريكين الله سبحانه وهو الله شكرا شكرا شكرا